أسوأ من تسيء إليه بالكلام أسوأ من تسيء إليه بالكلام اثنين الوالدين والزوج هنيجي فيها الوالدين الله سبحانه وتعالى قال ولا تقول لهما أف أف ما تقول ليش لوالدينك فالقول السيء مع الوالدين يفسد لك عملك في الدنيا كله ما ستنضبط وظيفتك ما ستنضبط دراستك ما ستنضبط علاقاتك مع الناس أنت تظن أنك ناجح لكنك في الأصل ما أنت ناجح اللي ما هو ناجح مع أم وأبوه في اللسان في القول ما هو ناجح في حالته خذوها قاعدة هذه كذلك الزوج والزوجة المرأة التي لا تتحدث مع زوجها بالكلام الطيب وتتكلم بالكلام الخبيث والكلام الخبيث خلاص فتحوا الباب للشيطان ويتهى الموضوع وقل لعبادي يقول يا أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم أساس المشاكل في العلاقات الزوجية بين الزوجة والزوجة اللسان الزوج ما يقول له زوجته كلام حسن أو الزوجة ما تقول له زوجته كلام حسن الزوج يقول له زوجته كلام خبيث الزوجة تقول له زوجته كلام خبيث يسير بينهم مشاكل الأمر الثاني في اللي بيجيب مشاكل اللي هو الجداد إيش كنت بتقول إنت؟ الخطأ إثنين بيتكلموا مثلا أنا زعلت منك قلتك أنا زعلت منك بكذا وكذا تقول أنت إيش تقول في نفسك؟ أنا شوف أنا ما يخطئ ما أنت مخطئ صح؟ صحيح شايف نفسك إنك إنت إيش؟ ما أنت مخطئ إيش حيصير الآن؟ تقديرك أبداً أنا حدخل إن أبقى أثبت إنه إنه مخطئ وإنت تبقى تثبت إن أنا مخطئ ما أني مخطئ؟ إنه مخطئ صح؟ أحسن دخلنا في إيش؟ في الجدال والجدال سمى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ المراء والنبي صلى الله عليه وسلم وعد ببيت في طرف الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقاً فإنت لما أجل قلت لك يا أخي أنت غلط عليها وأنت في نفسك تقول يا أخي لا أنا ما غلط عليها إذا كان الغلط ما يؤدي إلى إنه في حد من الحدود أو في قصاص أو يترتب عليه غرامة مالية ولكن هي الأمور اللي يصير في الحياة بين الناس فالأفضل إنك إيش تسوي؟ تترك المراء فإيش تقول؟ تقول والله أبو عبد الله والله أبشى باللي تبراه أبشى آسف أن حقك عليه حيث إذا كان دي مكان عندك وكذا وهذا كذلك في الحياة مع الوالدين لما يجو والدك يقول لك أو والدك تقول لك أنت أخطيت؟ لا تجي تقول لهم لا أنا ما أخطيت مين يقولون أن أخطيت؟ لا لا تضغب الجدال مع أم وأكابوك الجدال مع أم وأكابوك عقوق حتى لو رفعت الصوت لِنك حترفع الصوت حتى لو تقولوا لبانيها برافع الصوت لا ما إذا ludzi تقول لهم لبيها برافع الصوت لا بس يصاره عندك يصاره عندك תرفع صوتك لبانيها كيف تقوموا يا مبزين يصاره عندك طويح عليها ملبوق بالصوت عالي يمكن سمعهم ضعيفة؟ لا يعيش يا الله منبزم لا الي سمعه مضعيف بالئي من ممضعيف طب لي ليش يقول لبه؟ هل هو لبه كذا بعصبية ولا يقول لبه؟ وولت هلا ومسهلا هي الصوت العالي هذه في الصوت العالي لا يعود إلى الصوت العالي نفسه لا إلا نبرت كيف أنت تقولها؟ قل ناديني يا وليد ناديني أبو عبد الله لبه هذه مشكلة ها؟ هذه مشكلة ناديني أبو عبد الله لبه يا قلب أبو عبد الله يا عيون أبو عبد الله يا ألي والله يا حيات أبو عبد الله يا قلب أبو عبد الله الله يزل شوف صرعت اللي بتساوى بينكم لا يزل هنا اختلف ها؟ يلا ناديني الله يزل الله أخليك ساكل حين لبه لبه والله ما تبدو ما تبدو ما تزل من انتهم طيب كيف ما تزل لا والله خاصة أنا أنا آسف طيب أنا غلطان يا خلف فالمسألة يعود ليش انت كيف تكون لبي يعني يعني رفعة الصوت مع الوالد والوالدة ما هي ممنوعة بالاطلاق انت اذا قلتها بالغضب او اذا قلتها بالغضب او قلتها بالنرفزة او انك يهو هذو كل شوي نادوني هذو لبال اهلا لك لبال قلبك لا يا شيء يا الله هذا السجل تاريخية كذلك بين الزوجين كمان من الأخطاء اللي يقع فيها قبل ما نروح الزوجين لمن أبوك ناديك أنت تكون في غرفة وهو في غرفة أو أمك لبيه قم على طول أبوك يقول يا وليد تقول له سام نعم لا على طول فز من مكانك ونفظ يقول لبيه ونفظ يقول لبيه وسوي اللي تبغى ألبس روالك ألبس ثوبك سوي اللي تبغى لين توصل عنده لكن لا تأخر النداء هذا لا تأخر نداء الوالدين لا تأخروا أبدا إذا شفت اتصال أمك أبوك لا ترد لأنه ما يتعملونك اتصال كأنه بناديك ما تقول خلاص أنا مشغول دي حين من الشباب الميطلع أو تيجي تقول سام أنا مع الشباب الحين في شيء هلا يباه هلا يمه هلا يا أبويا هلا يا أمي كيف ها سام وقد دام الناس وقد ها له أرحبا وكيف تسم هذا من تعظيم شعائر الله تقول أبو عبدالله في مساء الله بالخير مساء الله بالنور أنا أخوي عبدالله كنا نسوله بنفس الموضوع هذا موضوع الموضوع الوالدين ما الوالدين لكن في فئة من الناس اللي مثلا يكون قاعد مع أخويا وصدقائي يلعبون بلوت يلعبون كورة قاعدين مثلا بر في مكان شوف أمه وأبوه يدقون ويحمل التلفون أهل يزعجوني كل ساعة يدقون علي ما بربعي ينقدون علي لأن أهل يدقون علي صير الأمور هذه عشان الرسالة اللي ممكن هذا عقوق يا أبو غلاء هذا عقوق هذا أكبر خطأ ذا ممكن تسويه عقوق تعظيم الوالدين من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب هذا من أحد موازين التقوى إذا بتشوف نفسك أنت هل من المتقين إذا أمك أبوك اتصلوا عليك ترد على طول ولا تخليهم ترد ببشاشة ولا ترد بغضاضة وبقهر هذا ميزان خطير فضل بعد خلصوا النغاشهم قد يولى بيها يكلمة يدق الحمراء يسكر في وجههم لا ما يصح هياكم تشوفوا قفل الخط قفل لأنه ممكن يكون كلام بطيء أبوك أو أمك ممكن أفتكر حاجة فتنتظر لين ما هم من الذوق إنك ولا هم من الأدب إنك تقفل الفجر هذه هذه في الأقوال نروح للزوجين في الأقوال أول الزوجين ما يدخلوا في الجدال دخل الشيطان دخل الشيطان دخلت المشاكل هل إذا أظهرت محبتك لزوجتك أمام الناس هل هذا يعتبر ضعف لا بالعكس قدوتنا نحن دائما النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وهل المرأة إذا أظهرت محبتها لزوجها أمام الناس خطأ لا بالعكس يا جماعة دي كلها عبادة إظهار لأنه محبة الزوج لزوجته عبادة ومحبة الزوجة لزوجها عبادة محبتك للوالدين عبادة ومحبة للوالدين لك عبادة لأنك أنت لو حبيت وحدة ما هي زوجتك هتقع في الإثم ولا ما هو بالإثم ما هي صح تحب وحدة لا تحلك تمام تحب وحدة وتقيم علاقة ما وحدة ما تحلك هذا يثم ولا ما هو يثم كذلك إذا حبيت زوجتك أنت مجور هذه عبادة هذه من العبادات الدائمة ترى هذه محبة الزوجة عبادة ومحبة الزوج لزوجته عبادة وإظهار هذا الشيء أمام الناس عبادة ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سواها عليه الصلاة والسلام أظهر محبته لسيدة عائشة رضي الله حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان يتنقل بين كل ليلة وليلة كان يتنقل بين زوجاته فإلى أن علموا أنه يبغى يكون عند السيدة عائشة رضي الله عنها فخلوه عند السيدة عجل أنه هذا أحب إليه فمو خطأ تظهر محبتك لزوجتك تظهر محبتك لزوجك تظهر محبتك لأمك وأبوك تظهر محبتك لأبنائك هذا مو خطأ هنتكلم ترى في باب الحب ده حيكون عندنا حلقة قادمة حلقتنا قادمة إن شاء الله تعالى كله عن الحب الحب والعشق وكيف الأشياء اللي حتكون في المواضيع هذه فإذن قل لعبادي يقول التي هي أحسن